أسأل هل الاحتجاجات اللي احنا شفناها وبنشوفها الاحتجاجات اللي طلعت والمظاهرات اللي طلعت في الشوارع علشان تحتاج على جريمة عنصرية يعني هل يمكن أن تتحول إلى احتجاجات ذات طبع اجتماعي وتستمر يعني مثلا لأنه أنت عندك دلوقتي عندك حوالي 40 مليون عاطل بسبب تداعيات كورونا هل يمكن أن دول يكونوا وقود لحد أكبر هي لو استمرت يبقى بتهدي الانتخابات الجاية لترامب يعني هي اللي أنا تصوره لو استمرت بتهدي الانتخابات لترامب لأنه ترامب حيبقى رجل الأمن والنظام ورجل الاستقرار وأمريكا الأغلبية فيها طبقة وسطة طبقة وسطة ممكن تعبر عن الاحتجاج تطلع تعمل عرائد إنما إنك معنى كده إنك تخل لأنه من الصعب كمان يعني ابتدأ فيه قوانين نتعلم إحنا من الربيع العربي والربيعات الأخرى يعني الربيع الأمريكي النهاردة فيه نفس القوانين إنه فيه تروجر إنه فيه لما بيقى فيه كتلة جماهرية من الصعب أن تحافظ على سلمياتها بعد شوية الناس تقول الله إحنا عادي نهتف نهتف ونفيش حاجة بتتغير فيبتدي واحد يقول لك لأ نستخدم العنف أنا فيه تصوري إنه تدريجياً حتى التظاهر حيقل لصالح فكرة دعنا نذهب إلى صندوق الانتخابات وده الديمقراطيين حيحاولوا إنه هم يستفيدوا منه إنه على الأقل جميع لو إنه جميع الأقليات الأمريكية ذهبت إلى صندوق الانتخابات الديمقراطيين يفوزوا إنما هم بيخسروا يعني سبب خسارة هيلاري كلينتون إنه الأمريكان الأفارقة لم يذهبوا جميعاً بنفس النسبة التي ذهبوا بها إلى أوباما أهل أهل أهل